بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة عن الشابتر الرابع واللي بيتكلم على نوع كابلان تربين وهي أحد أنواع الرياكشن تربين في هذا الشابتر إن شاء الله هنتحدث في البداية على overview عن الكابلان تربين المين كومبوننت أوف كابلان تربين الفلسطي دي جرامز في الدخول والخروج بالنسبة لريشة كابلان ثم كابلان تربين إفشنسيز وكيفية حساب الفلوريت فلوريت كالكوليشن ثم نتحدث عن الدرافت تيوب أهميتها وأنواعها واستخدامها بالنسبة للكابلان كذلك هنتكلم على المعادلات اللي بتستخدم في حساب كفاءة الدرافت تيوب خلونا نبدأ بالشابتر بالجزء الأول وهو overview للكابلان تربين هذا النوع من التربينات يعد من أنواع الرياكشن زي ما قلنا ويسمى axial flow لأن الفلو بيدخل في كابلان تربين في اتجاه الأكس وبيخرج في اتجاه الأكس يعني دخول الفلو بيكون أكسيال وخروجه أكسيال ولذلك تسمى أكسيال في لو تربين غير فرانسيز لأن فرانسيز تسمى ميكس التربين كانت دخول في فرانسيز في اتجاه الراديال والخروج في اتجاه الأكس كان بداية المحاولات اللي بدأت في استخدام التربينات برياش قابلة للتعديل adjustable blades كان في 1867 وتوج هذا العمل بإنتاج أو بداية ظهور كابلان تربين اللي قام بتطويرها المهندس فيكتور كابلان وهو مهندس نمساوي وده كان في بداية القرن العشرين برضو كابلان تربين تعد تحسين للبريق basic principles of Francis Turbine وذلك بإضافة adjustable runner blades لذلك بنجد أن كابلان تربين is most suitable for large flow rate and low head يعني هي بتبقى أكثر ملأمة في السرايان الماء العالي كميات المياه الكثيرة وبيكون الهيد مخفض وده اللي بيظهر بشكل أساسي في الأنهار الكبيرة ولذلك تستخدم كابلان تربين بشكل أساسي في الأنهار the head experience from كابلان تربين كان ranged from 1.5 متر to 50 متر يعني الكابلان تربين الرينج اللي بتستخدم فيه بتبقى بيتراوح من 1.5 متر إلى 50 متر ولكن هي بتظهر most efficient بتكون كفائتها أعلى في الاستخدام ما بين 1.5 متر إلى 15 متر أما بعد الـ 15 متر طبعا بتشتغل وكل حاجة ولكن بتكون بكفاءة أقل كابلان تربين كان بي هوريزونتلي or vertically oriented وده بيعتمد depending on the input of flow الvertically oriented كابلان تربين دي بتسمح allow for runner diameter up to 10 متر يعني لما بيكون التركيب بتاع كابلان تربين vertical في هذه الحالة ممكن نصل بقطر اللي يصل لـ 10 متر في قطر الرنر بتاع الكابلان efficiency of كابلان تربين can be increased by adjusting the inlet angle and the exit angle لأن زي ما احنا اتفقنا أن الكابلان تربين بيكون فيها الريش adjustable يعني قبلها للتغيير زوايا الدخول والخروج ولذلك بتبقى الـ efficiency بتاعتها ممكن زيادتها عن طريق التحكم في زاوية الميل في الدخول والخروج وكذلك في كطر التربينة والblade pitch angle وبذلك ممكن نحصل على كفاءة أعلى بتغيير هذه البرامترز طبقا لتغير الفلوريت اللي موجود دي صورة بتوضح الرنر بتاع كابلان تربين وزي ما هو واضح دي طبعا صورة جاست ان هي للرنر الاتجاه الفلو بيبقى في هذا الاتجاه والخروج بيبقى في هذا الاتجاه ولذلك تسمى axial flow لأن الفلو بيبقى اتجاهه مع المحور ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم على كابلان تربين كومبونت ترجمة نانسي قنقر